اشتركوا في القناة لأنه لم يثق بأحد من عسكره وكان الفرنج ملك الجميع بغير تعب ولا مشقة فاتفق من لطف الله تعالى بالمسلمين أن الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل وصل إلى أخيه الكامل بعد هذه الحركة بيومين والناس في أمر مريج فقوي به قلبه واشتد ظهره وثبت جنانه وأقاب من منزلته وأخرج ابن المشطوب إلى الشام فاتصل بالملك الأشرف وصار من جنده العادل والمعظم والأشرف حسب ما يشتهن من العناوين يكمل ابن الأثير فلما عبر الفرنج إلى أرض دميات اجتمعت العرب من اجتمع العرب ليس الكرد ولا الترق ولا المماليك ولا الإسلام والمسلمون وإنما اجتمعت العرب يقول فلما عبر الفرنج لاحظ عندما تقرؤون تاريخ تجدون هذه الألفاظ هذه العبارة هذه التصنيفات وذكرها ويذكرها ابن الأثير كثيرا يقول فلما عبر الفرنج وهو واقع حال ليس لا نريد أن ينتقد هذه القضية لأنه ذكرها لا وأنما هو حكى عن واقع الحال عن تصنيف المجتمع يقول فلما عبر الفرنج إلى أرض دميات اجتمعت العرب على اختلاف قبائلها ونهبوا البلاد المجاورة لدميات وقطعوا الطريق وأفسدوا وبالغوا في الإفساد فكانوا أشد على المسلمين من الفرنج هذا كما يقولون الشيعة أشد على المسلمين من اليهود من النصارى من الفرنج الرافضة أشد على اليهود من الفرنج من النصارى من اليهود من الملحدين من الكافرين من هولاكو الصوفية أشد وأخطر على المسلمين من اليهود من النصارى من المشركين من الملحدين هذه دعواء التيمية حاضرة دائما يقول وأفسدوا من هؤلاء الذين أفسدوا العرب بأجمعهم على اختلاف قبائلهم يقول وأفسدوا نهبوا البلاد المجاورة لدميات وقطعوا الطريق وأفسدوا وبالغوا في الإفساد فكانوا أشد على المسلمين من الفرنج أقول هذا بسبب فساد الحكام وسرقتهم أموال الناس وإشغالهم وزجهم بحروب عبثية وصراعات مالية وسلطوية فكثر القتل وشاع الفقر والحرمان إضافة إلى إنشغال السلاطين ووعاظهم علماء السوء أمة التوحيد الأسطوري أهل النفاق الذين يقعون بالناس إضافة إلى إنشغال السلاطين ووعاظهم علماء السوء وفقاء الضلال بمصالحهم ومكاسبهم الخاصة وعدم تربية المجتمع وتحصينه فكريا وأخلاقيا بجهاد النفس الجهاد الأكبر فكانت النتيجة أن هؤلاء الناس الفقراء المحرومين المظلومين المقهورين ينتهزون أدنى فرصة للثورة والانتفاضة ضد الحكام الظالمين دون النظر إلى ما يحيط بهم ولا إلى نتائج ما يترتب على عملهم خاصة وأن السلطان نفسه قد هرب وترك البلاد والعباد يواجهون مصيرهم بأنفسهم مجردين من كل وسائل القوة والحماية والدفاع وهنا سؤال للمنهج الداعشي الدكتاتوري الفكري الإقصائي لماذا تلومون الناس الأزل المحرومين المساكين الفقراء المظلومين عندما يأخذون ما يأخذون من أموال وممتلكات وهي على كل حال خارجة عن أيدي المسلمين وذهب إلى الفرنج خاصة وذهب إلى الفرنج خاصة أن اجتماعهم أي اجتماع العرب والقبائل العربية كان بعد عبور الفرنج إلى أرض دميات خاصة أن اجتماعهم أي اجتماع الناس اجتماع العرب واجتماع الناس اجتماع الشعب اجتماع المجتمع أن اجتماعهم كان بعد عبور الفرنج إلى أرض دميات قال فلما عبر الفرنج إلى أردمياط اجتمعت العرب على اختلاف قبائلها لماذا تلومون هؤلاء بينما لا تلومون ولا تتفوهون ولم تنبسوا ببنت شفة عندما يقوم السلطان صاحب العساكر والأموال بتهييم وجرف القلاع والمدن الإسلامية وغيرها ومحو أثرها كليا بتبرير كي لا تقع بأيدي الفرنج فلماذا ليقال نفس الكلام عندما يفعله الناس البسطة الفقراء المظلومون